تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من نقاش كرة واللي بتجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم خميس عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنمو عن منحية أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها لو يجيت سألتك في نهاي اليورم بعد ما تخلصها البطولة ونشوف إيطاليا وإنجلترا شو حيصير بينهم شو أكثر درس اتعلمتم انت من هذه البطولة هتفكر طبعا تطعب دروس أنا هحكي لكم الدرس تبعي وأسمع منكم نفس الشي هنضيف كوبة أمريكا بالسؤال رغم أنه هي أقل متابعتهم زيهم نعرف لو في درس تعلمنا في هذه اليورو أنا أعتبره هيك معيار يعني نستخدمه أمام الناس لما نناقشهم كيف نيجي نقولهم اتعلمنا من اليوروب 92 و2004 أنه كل شيء ممكن لأنه دينامارك واليونان جابوا اللقب فمنقدر نحكي أنه أهم درس أنا تعلمته اللي هو أنه الفريق أهم من الكواليتي 100% فكرة الفريق الجماعي المتوازن اللي كل واحد دوره واضح وكل واحد مستعد يلعب عشان اللي يجنبه أهم بكثير من اللي تكون عندك جودة عالية للغاية مثال فرنسا واضح جدا اللي الأسماء تبعته لما تحطها على الورق صعب تخسر البطولة وصعب تشوفها بره النهائي أصلا فبالتالي لكن رغم اللي صار هيك بالبطولة كلها قدم ربع ساعة هون عشر دقائق هون وتبين بعد ذلك بتقارير عديدة طلعت بالصحفة الفرنسية إنه الجو في داخل هذا الفريق ما كان جو فريق كان فيه تنافس وفيه خلافات بين اللاعبين والنتيجة اللي شوفناه هذا المنتخب المتآكل في المقابل هل عم منشوف منتخب زي إنجلترا عنده خيارات فنية عنده جودة لكن الأسماء كلها بتلعب من أجل الفريق بمن فيهم الاسم الأبرز زي هاريكين عم منسجم ضمن منظومة فريق في الأسماء البديلة يعني أنت بتيش تقول هندرسون اللي بليبربول احتياطي للاعب بليدز أو احتياطي للاعب بليستر عادي عندهم هذا الشي فلما خلق الفريق اللي بعيد عن الأسماء اللي بعيد عن المجاملات خلق فريق وصل نهائي اليورو نفس الشي إسبانيا اللي هي لعبة كمنظومة كأفراد ثلاثة أربعة منهم احتياطيين في أنديتهم ستة سبعة منهم محدش بيعرفهم بره إسبانيا لكن المجموعة المنظومة مع سياسة سفر مجاملات خلت إسبانيا منتخب محترم للغاية بيخرج مرفوع الرأس أمام إيطاليا بركلية الترجيح ومع إيطاليا نفس الشيء شفنا الفريق 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 مش مهم الأفراد وممكن يكون في فرد بالاحتياط أحسن من 11 في الملعب لكن وجوده هيخل توازن هذا الفريق هيخلي الأدوار على زملائه أصعب وأعقد لا الأولوية دائما للفريق فهذا الدرسي اللي ربما أنا تعلمته بهذه اليورو أنه خلص كرت القدم فعليا أصبحت كرت الفريق الواحد كرت الفريق وليس كرت الأفراد نعم في أفراد خارقين بيجبروا المدربين على قرارات لكن ممكن هذا على مستوى الدوري يظهر الفارق لكن على المستوى القصير أعتقد كانت رسالة بارها الفريق أولى من النجوم الفريق أولى من الأسماء الرنانة مدامك بتقدر تروح بعيد بذلك الفريق ضمن منظومة بتدافع وبتقاتل من أجل الفريق اللي بتلعب معه هذا الدرسي اللي أنا تعلمت وانتوا بالنسبة لكم شو الدرسي اللي تعلمتوه خلال يورو 2020 ترجمة نانسي قنقر